صرح رئيس بجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأن مشروع تطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العالمين الجديدة يعزز عناصر القيمة المضافة التي تتميز بها مدينة العالمين الجديدة ويحقق مبدأ الاستدامة بتوافر أنشطة اقتصادية وسياحية متنوعة جديبة طوال العام وخلال اجتماعه بالوزراء والمسؤولين المعنيين بالمشروع وجه مدبولي بسرعة البدء في أعمال الطرق والبنية الأساسية للمشروع الذي يمثل نقلة كبيرة في المنطقة ويشمل مخطط المشروع أيضا أو جهة تنمية ذكية وما تشمله من تطبيقات إلكترونية وأنظمة للتحكم فضلا عن توفير وسائل النقل النظيفة الذكية وكذا المباني الذكية التي تصيب في تقليل النفايات والانبعثات الضارة